العام الإزاحة يعني النظام العراقي من تأسيس دولة العراقية إلى الآن ما نشحت بها أي إزاحة صارت على الرغم أنه كلها إزاحات المخاوف أنه هذا النظام القائم هو البعض يعتقد أنه مهيئ للإزاحة وممكن هالمرة الإزاحة تفتح لنا فوضة كل شيء كبيرة هذا الرأي تتفق ويا أنت أنه هذا النظام كله ينقلع ويجي مكان النظام شبير هذه الدعوات التي تصدر من البعض من تشرين ربما بعض من تشرين بعض يعتقد أنه يابا هذا النظام لازم يسقط ويجي نظام جديد هذا الطرح الشكل ينطرح ما هو هذا الموضوع؟ كل شيء مزعج حسام أنت تعرف كل شيء مزعج لأنه أنت لما تفكر بي وتقعد أنه هذا شون تريد تصلح أو شلون تقدر تتعامل ويا حتى يتصلح ويتغير ويصير أحسن أو شلون راح تلقي كل الطرق تؤدي إلى أنه القضية الوحيدة اللي ممكن أن يصلح بهذا النظام وأنه أجيب غير نظام بس ما أجي هو نفسه هذا أقعد أرقع به ما أعتقد بعد يترقع بصراحة كل شيء صعب ما أعرف والله ما أعرف جديات مو شقة يعني ما أعرف هل ممكن يتصلح هذا النظام لا لا هذا الموضوع يراد لنقاش طويل بس اللي أعتقد أنه صعب جدا يتصلح لأنه بنية بطريقة يعني من يم تلزمها أكو شفصة شبيرة من يم تلزمها أكو خازوق إيج كبرى تأتي من يعني مثلا توزيع الرئاسات الثلاث مثلا شنو هذا توزيع النظام الرئاسات الثلاث على أساس يعني أريد أي زي دي وهذا الأي زي دي أريد أصبح رئيس وزراء ليش ما يصير يعني شنو أو أريد مسيح يصبح رئيس برلمان شنو ليش ما يصير شنو شنو يصير دستوري بس العرف السياسي صحيح ما يسمح ما يسمح صحيح قضية الكتلة الأكبر والخلاف اللي صار عليها كل مرة تفسير شكله مدر زين الانتخابات وحدة من الوسائل المهمة للتغيير وهو المشكلة الانتخابات ضمن هذا النظام هو نفس هذا النظام أن تجلك قانون انتخابات على مزاجة نفس هذا النظام أن تجلك طريقة انتخابات على مزاجة أن تجلك مفوضية على مزاجة أن تجلك موظفي مفوضية على مزاجة يعني أنا أعرف هوا هي مكاتب مفوضية بالعراق كل شو هوا هي مكاتب إذا لم أغلبها أغلب الموظفين بها تابعين لجهات سياسية هذا من تقعد مثلا هو يشتغل بفلان جهة سياسية هذا من رأي يقعد بيوم الانتخابات رأي يكون نزيه يقول لا والله أنا سوري أنا كتلتي خسرة التي أشتغل منها والتطينيرات والتي تدعمني والتي جابتني هنا هذا ليس منطق فهي العملية كلها شي على شي هل أنت مع دعوات المقاطعة الممنهجة للانتخابات البعض يعتقد أن الانتخابات يا جماعة هي الحل الوحيد خصوصاً إذا كانت المشاركة مرتفعة والأغلبية الصامتة إذا جاز التعبير إذا قالت صوتها ستغير المعادلة وهذا أمر طبيعي في 2018 تتذكر أنني كنت واحد من المستقتلين على الانتخابات جيد وكنت أعتقد أن الانتخاب وطريقة الذهاب الناس بأعداد هائلة لمراكز التصويت ستغير من النتائج لا تكون مؤمنة بهذه القضية ودعمت التصويت الناس تذهب ورحت وكل اللي وياي حتى القسم من المكتب كانوا مقاطعين طبعاً نحترم وجهات نظر آخر من الشركة يعني مكان نشتغل به قسم راحة وقسم ما راحة وقسم صوتها وكل واحد شكل هذه السنة ما رد أقول آني شنو صراحة يعني ما رد أقول لا آني لا آني مع ولا نغد أعتقد هذا الموضوع كل إنسان هو يشوف قراره وين هو قناعاته هو يروح ينتخب وما ينتخب آني بالنسبة لي ما أحكي ترجمة نانسي قنقر